النادي الأهلي دائماً ما يحاسب لاعبيه وإداريه وكل المنظومة بيتم حسابها في آخر الموسم يا فندم هو أنا دلوقتي ينفع تعاقد مع لعيبة دلوقتي يا فندم ولا ما ينفعش طب خلينا بس أبدأ بالسؤال الأول لكل أو يعني كل حسن النية من جمهور النادي الأهلي بيسألوه وانتوا ليه مشيتوا موسماني في منتصف الموسم اتنين دوري أبطال أفريقيا واتنين سوبر وبروزيتيكاس عالم وكذا 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 وسوبر مصري وكاس مصر وكذا انتوا ليه مشيتوا يا جماعة اين اللي انتوا عملتوا ده طيب هو الإنسان أو الشخص اللي بيسأل هذا السؤال موسماني طلع كم مرة قال انه هو مشي علشان هو عايز يمشي هو طلب انه هو يمشي والنادي الأهلي طالما انت طلبت تمشي الأهلي أكبر من أي اسم مدرب أكبر من أي اسم مدرب اللي عايز يمشي البابة هو يفوت عشرين جمال فيلر قبله عمل كده ومشي يا جماعة ايه اللي حصل؟ جيبنا موسماني خد دوري أبطال أفريقيا مرتين ووصل لنهاية أفريقيا في ثالث مرة وخد كذا وكذا وكذا كلام اللي احنا بنقعد نقوله ولكن لما حد يطرح عليك السؤال ده من فضل حضرتك رد عليه بهذا الشكل بسيطة هو النادي الأهلي مشى موسماني؟ لا يا فندم النادي الأهلي ما مشاش موسماني النادي الأهلي موسماني طلب انه هو ما يكونش موجود خلال الفترة اللي جاية والنادي الأهلي عمره ما بيضرب حد على ايده حضرتك مش موجود؟ او مش عايز تبقى موجود؟ تفضل يا فندم شكرا جزيلا ليك بما لك من أخطاء انا بقى بقولها بما لك من أخطاء انا مش عايز اتكلم في الأخطاء السابقة اللي وستلتنا لكذا بالمناسبة لأنه وله أخطاء وله حسنات كثيرة جدا والراجل ده هيظل دائما في تاريخ النادي الأهلي ولكن مالوش أخطاء لا لي أخطاء وانا شخصيا بشوف ان هو مسماني واحد من أفضل المديرين الفنيين اللي جوا من النادي الأهلي ولكن في نفس الوقت له أخطاء عارفها كل الناس لكن مش هتكلم عنها دلوقتي برضو ترجمة نانسي قنقر